ستة أعوام على إعلان التعاون التاريخي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك مع حلفائها الدول غير الأعضاء أي أوبيك بلس ستة أعوام كانت فارقة اقتصاديا استطاعت من خلالها أوبيك مع حلفائها الخروج من أزمة كورونا بينما يواصلون مساعي ضبط الأسواق بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية تلك القارات كان لها انعكاسات سياسية فالتعاون الذي يضم بين أعضائه 23 دولة من أبرزها روسيا يثير حفظة الغرب ويزيد الضغط على أعضاء التحالف مرحبا بكم إلى الرابط من هنا من استوديوهات الشرق في الرياض إذن بيئة تزامن مع مرور ستة أعوام على تأسيس التحالف يؤكد قادة التحالف أوبيك بلس بأن المجموعة تعمل من منظور اقتصادي ولا تتدخل في الجوانب السياسية وعن ذلك نتساءل إلى أي مدى نجحت سياسات أوبيك بلس في ضبط أسواق الطاقة أيضا نتساءل ما هي فرص دول المجموعة في القدرة على المقاربة بين المصالح الاقتصادية والسياسية ستة أعوام إذن على قيام تحالف أوبيك بلس وسط ضغوط وانتقادات غربية يتعرض لها لسيما بعد قراراته الأخيرة بضبط إنتاج النفط وربط واشنطن هذا الأمر بالمصالح السياسية نتابع مشاهد من ستة أعوام مضت أوبيك المنظمة شكلت إطارا تعاونيا أكبر مع دول منتجة للنفط توحيد وتنسيق للمواقف بعد ولادته وجب تغذية تحالف أوبيك بلس استنادا المصالح المشتركة خصوصا ما بين أقوى منتجين للنفط في العالم صحيح أن كورونا حاول أحداث ثقب في جدار الحلف بعد حرب الأسعار التي اشتعلت ما بين المنتجين الكبيرين خلال 2020 إلا أن حرب أوكرانيا وعوامل أخرى أعادت إرساء تعاون أمتا للحماية اقتصادات منتج الطاقة لكن عين الأمريكيين ظلت تنظر بمنظار آخر لم تعتر فيه تحالفا للطاقة بل تحالفا سياسيا لسيما بعد قرار ضبط عمليات إنتاج النفط عند مستويات معينة أوضح رئيس بايدن أن هدفنا عندما يتعلق الأمر بالطاقة هو التأكد من وجود إمدادات كافية في الأسواق العالمية لتلبية الطلب وعلى وجه الخصوص مع اقترابنا من فصل الشتاء في أماكن مختلفة حول العالم وهكذا كانت تلك هي العدسة التي رأينا من خلالها قرار أوبك كما أنها لم تقدم أي أساس سوقي للتخفضات نعتقد أن القرار قصير النظر كما أوضح الرئيس ويجب أن يكون لهذا القرار عواقب بينما تجدل واشنطن وتربط قرارات أوبك بلس بحسابات سياسية تنفض رياض عنها هذه الاتهامات أوبك بلس تعمل وفق آلية ومنظور اقتصادي بحت لا ندخل في جوانب سياسية ولا ندخل في جوانب التحالفات ولا عندنا نية مستقبرة أن ننتقل لأي نقلة نوعية إي أن كانت إلا منظور السوق ومنظور الجانب الاقتصادي ما يحاول تحالف أوبك بلس إرساءه حاليا قطع الطريق على المشاككين بقراراته ليؤكد على مبادئ تحقيق استقرار مستدام في الأسواق العالمية خصوصا مع مؤشرات إمكانية دخول العالم في ركود قوي عوضا عن حاجة قطاع النفط لمزيد من الاستثمارات قبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط نتساءل إلى أي مدى نجحت سياسات أوبك بلس في ضبط أسواق الطاقة أيضا ما هي فرص دول هذه المجموعة في القدرة على المقاربة بين المصالح الاقتصادية والسياسية هذا ما أطرحه على ضيوفي الكرام في حلقة هذا المساء من الرابط من موسكو رحب إذن بضيفي سيد فاسيلي كولتاشوف وهو رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية مرحبا بك من نيويورك عبر زوم تنضم إلي سيدة ريتشيل زينبا وهي الباحثة في الاقتصاد الدولي أهلا وسهلا ومن الرياض عبر الأقمار الصناعية السيد إذن وائل مهدي محلل أسواق النفط لدى الشرق للأخبار رحب بالجميع وأبدأ معك زميل وائل مهدي إذن من هنا من الرياض نعود بالزمن قليلا عندما بدأت أوبيك بلس قبل ست سنوات سوق النفط كانت تمر بظروف صعبة نتحدث عن تخمة في المخزونات تراجع بالاستثمارات أيضا تراجع داخل الدول النفطية بطبيعة الحال بناء عليه أنشئة أوبيك بلس لإعادة توازن في الأسواق الآن في هذا العام 2022 أيضا هناك الكثير من التحديات تواجه تحالف أوبيك بلس هل فعلا حققت تحالف بعد كل هذه السنوات الأهداف التي أنشئة من أجلها؟ نعم إذا كان الهدف الأول من إنشاء أوبيك بلس هو عدد الاستقرار للسوق النفطية فيجب أن ننظر إلى الأرقام حتى نحدد ماذا كان أوبيك بلس نجحت في هذا الأمر أم لا إذا نظرنا إلى السوق النفطية كيف كانت في عام 2016 هو يعني العام الذي نشأ فيها التحالف كانت المخزونات النفطية عند مستويات 2993 مليون برميل كان العدد الأيام التي يغطيها المخزونات في حدود 63 يوم في دول الأو إي سي دي إذا تكلمنا على المعروضة النفطية في ذاك الوقت كان عام 2016 عام صعب على الصناعة النفطية بسبب تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جدا مما قلص الاستثمارات في الطاقة وبالتالي كان هناك توقع أن ينتهل العام 2016 على تراجع في الإنتاج العالمي في النفط بواقع 900 ألف برميل يوميا ماذا حدث بعد كل هذه السنوات نحن الآن في 2022 طبعا هناك نقطة أخرى مهمة وهو مستوى المخزونات مقارنة بمتوسط الخمس سنوات في 2016 كان المخزونات بحدود 271 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في ذاك الوقت الآن في 2022 ما تتغير المخزونات الآن انخفضت اليوم عند ذاك المستوى أصبح المخزونات الكلية في العالم في حدود 2700 برميل بالنسبة للمتوسط الخمس سنوات فهو أصبح 198 مليون برميل تحت متوسط الخمس سنوات كنا نتكلم قبل 6 سنوات عن 270 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات الآن نتكلم عن 200 مليون برميل تحت متوسط الخمس سنوات من ناحية المعروض النفطي المعروض النفطي متوقع أن يزداد في هذا العام بنحو 2 مليون برميل كل هذه الأرقام توضح ماذا؟ توضح أن المخزونات انخفضت أن المخزونات تتماشى مع الاستهلاك في نفس الوقت الإنتاج ينمو ماذا حدث لأسعار النفط من ذاك الوقت حتى الآن؟ هذا أمر مهم جداً هناك دراسة صادرة من كاب سارك في السعودية حسب الدراسة كاب سارك أوضحت أن بدون تحالف أوبيك بلس كان من الممكن لتقلبات أسعار النفط أن تكون حادة جداً قبل وأثناء جائحة كورونا وجود أوبيك بلس أثناء كورونا ساهم جداً في الحد من التقلبات أو الذبذب في أسعار النفط بنحو 50% بحسب الدراسة الارتفاعات التي نشهدها اليوم في كل منتجات الطاقة هي في حدود الثلاث خانات لكل المنتجات سواء كان فحم سواء كان غاز طبيعي نتكلم عن ارتفاعات بثلاث خانات أو ثلاث ديجيتس بينما الارتفاعات في النفط هذا العام هي بخانتين ثلاث ديجيتس فبصورة عامة هناك عمق جديد في السوق ساهمة أوبيك بلس في إيجاده وهو الحفاظ على مستويات معينة تساعد المنتجين في كل العالم وتشجعهم على الإنتاج وكذلك تشجع استمرار الأسواق المالية في الاستثمار في العقود الآجلة للنفط لأن التذبذبات الحادة هي أكثر ما يضر أي يعني مستثمر فبالتالي عندما انخفضت التذبذبات لسبب جهود أوبيك بلس في الأسواق فهذا أعطى الأسواق عمق وسبب كذلك بتوفر يعني السيولة وزيادة الاستثمارات النفطية على المدى البعيد كل هذه الأمور أنا أرى أنها ساهمت جدا في إضاحة حقيقة جهود أوبيك بلس طبعا لا يزال هناك انتقادات عديدة لأبيك بلس بسبب أن حفاظها على مستويات عالية لكن المستويات العالية التي لا تحددها أوبيك بلس أوبيك بلس فقط تحاول على توازن السوق السوق هو من يحدد أسعار النفط أوبيك بلس تستطيع التأثير في الأسعار ولكن لا تستطيع التحكم في الأسعار الأمر المهم جدا لابد أن نركز عليه في كل مرة هو استقرار السوق النفطية والعمق الذي ساهمت فيه أوبيك بلس خصوصا خلال فترة كوفيد أنطلق من فكرة الانتقادات لقرارات أوبيك بلس ونتحدث في هذه المرحلة بالتحديد على الانتقادات الأمريكية هنا أذهب لضيفتي من نيويورك أسألك سيدة ريتشل أحد أسباب إنشاء أوبيك بلس هو مواجهة الزيادة الهائلة في المعروض النفطي بما في ذلك إنتاج النفط الصخري الأمريكي هل ترى واشنطن بأن سياسة أوبيك بلس لاستقرار الأسواق تتعارض مع مخططاتها ومن هنا ربما نفهم هذا العداء لقرارات أوبيك بلس أو كيف تفسر الأمر نعم أعتقد بأن واشنطن ترى بأن سياسة أوبيك بلس مضادة لسياسة واشنطن طبعا هناك الكرتل مثل أوبيك وهو أمر مهم جدا أعتقد التغير نحو أوبيك بلس حيث هناك روسيا ومنتجين من خارج أوبيك وصلوا إلى تنسيق مثل السعودية وأعضاء أوبيك الذين يريدون أن يتأكدوا من أن روسيا لن تؤثر على ما يتخذونه من قرارات في أوبيك إذن نعم ترى واشنطن هذا الأمر على أنه مخلق بالنسبة لها الصناعة الأمريكية ترى بأن هذا غير مناسب لها فأبيك بلس ومقامت به طبعا حقق نوع من استقرار الأسعار ولكن قرارات الإنتاج من قبل منتجين خارج أوبيك بلس لهم تأثير على السوق وما حدث خلال الجائحة وما بعدها هو ديناميكية وصلت بالأسعار إلى مستوى المتدني وطبعا ذلك يمنع منتجي النفط في الولايات المتحدة الأمريكية من الإنتاج بمستوى معين ولكنني أعتقد بأن هناك مجموعة من السياسات سواء موضوع استخدام الاحتياطي الاستراتيجي من النفط أو الأهداف البيئية التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها مهمة والولايات المتحدة قلقة من أن أوبيك بلس تحدد أسعار مرتفعة للنفط وهذا سيكون ضررا بالاقتصاد العالمي أذهب لوجهة النظر الروسي على الجانب الآخر لأسأل سيد فاسيلي قبل تأسيس أوبيك بلس لم يكن هناك تنسيق حقيقي بين روسيا وأوبيك فيما يتعلق بالنفط بالطاقة بالمجمل بعد ست سنوات الآن على هذا التأسيس ما الذي تغير في العلاقات الروسية السعودية الروسية الخليجية النفطية بالتحديد كيف ساعدت كل قارات أوبيك بلس روسيا في هذه المرحلة عنده من المفيد جدا ومن الجيد جدا أن يتشكل هذا الإطار إطار أوبيك بلس وهذا التعاون بين روسيا ومن الملكة العربية السعودية لحماية أسعار النفط من الهبوط إلى الحد الذي كان ترغب به الولايات المتحدة وبريطانيا أن الولايات المتحدة على مدار السنوات ومنذ عام 2002 وهي تقوم برفع سعر الفائدة البنك المركزي الأمريكي والبريطاني يرفع سعر الفائدة وهذا سيؤدي على الاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن هناك عملية هدم لقطاع الخدمات الأمر الذي سيؤثر ويشكل ضغطا على سوق الطاقة ويهدد بتراجع أسعار النفط أي أن الولايات المتحدة تحاول بكل الوسائل أن تخضع الدول المنتجة في إطار أوبيك وأوبك إبلاس لسياستها وهذه كانت السياسة المجموعة السبع حينما حددت تسقف لأسعار النفط الروسي أنهم يريدون أن نبيعهم النفط بأسعار زهيدة ونحن نذكر ما حدث في عوام سبعينات القرن الماضي أن هذه البلدان لا تستطيع أن يتحكم في أسعار النفط كما تشاء أن الوضع اليوم صعب وقاسي لأنه إذا ما تراجع أسعار النفط فإن ذلك سيشكل ضربة قوية لإقتصادات بلدان أوبيك إبلاس أي أن ميجر اليوم هو أن أعضاء مجموعة أوبيك إبلاس في حالة دفاع عن اقتصاداتهم في حالة دفاع ضد هذه السياسة الاستعمارية التي يحاولون تغليفها لنا بعبارات منمقة وبحماية الديمقراطية والمنافسة والشفافية لكن في الوضع الراهن أوبيك إبلاس تدافع عن جميع أعضاء المنظمة وكذلك تحاول توفير الحماية لنفسها ليس فقط من تأثير الصيق وإنما بالسياسة أيضا أنطلق مما تقول لأسأل زميلي وائل مهدي يقول ضيفنا من موسكو استماعت إليه بأن دول أوبيك بلس في حالة دفاع عن اقتصاداتها وهنا أسألك في ظل هذه الإرادات المرتفعة التي تجنيها الدول المصدرة للنفط هل تحالف أوبيك بلس هو فقط المستفيد من سياساته الإنتاجية؟ كل الدول المنتجة للنفط مستفيدة من تحالف أوبيك بلس سواء اعترفت بهذا الأمر أم لم تعترف الشركات النفطية على مستوى العالم مستفيدة من هذا الأمر أغلب الشركات النفطية الكبرى في العالم هي شركات مساهمة توزيعاتها النقدية هذا العام في تحسن للمرة الأولى منذ أرباع طويلة جدا بسبب سياسات أوبيك بلس إذا نظرنا إلى السوق النفطية في 2016 وقررناها بوضعها اليوم سوف نشاهد الاستفادة لإستفادتها السوق وإستفادتها الدول المنتجة عندما نتكلم عن دولة مثل بلات المتحدة في 2016 عندما انهارت الأسعار وبدأت الشركات النفط الصخري في تسريح عشرات الآلاف من الموظفين ألم يكن ذلك ضربة لإقتصاد الأمريكي؟ نعم كان ضربة لإقتصاد الأمريكي وهذه الأمور قد يتكلم فيها السياسيون عندما يحققون أي مكاسب من خلال أوبيك بلس لأن أوبيك بلس في الغالب هي أداة موجهة للوم وليس للمدح لكن ما تفعله أوبيك بلس نعم هي تخدم مصالحها بالمقام الأول ولكن خدمة المصالحها لا ينفي خدمتها المصالح غيرها وبالخاصة الدول المنتجة والشركات النفطية المنتجة ولو نظرنا إلى إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة اليوم المتوقع أنه في العام القادم سيصل إلى مستوى تاريخي وهذا كل بسبب الاستقرار في السوق والأسعار المرتفعة التي تساعد المنتجين على زيادة الإنتاج في 2016 السوق كان يشهد أو الصناعة كانت تشهد تراجع في الإنتاج اليومي بيحو 700 ألف برميل الآن نحن نتكلم على زيادة في الإنتاج بـ 2 مليون برميل كل هذه الأمور مستقبلاً وأحالياً تساهم بصورة كبيرة في توفير المعروض بشكل كافي في الحصول على الطاقة من مصادر سليمة وفي نفس الوقت أوبيك بلس دورها الأساسي هو في الحد من الارتفاعات السريعة في أسعار النفط وكذلك من الحد في التدبذبات فهذا الأمر يفيد كل الجميع سواء كان سوق أو شركات نفطية مدرجة أو دول خارج منظومة أوبيك بلس مواضح، مزيدنا نقاش عن أوبيك بلس فيما يتعلق بالانعكاسات السياسية بالتحديد كل ذلك أناقشه مع ضيوفي الكرام ولكن بعدما أتوقف عند هذا الفاصل الأول في هذه الحلقة إذن من الرابط نعود بعد ذلك لاستئناف النقاش ابقوا معنا تحالف أوبيك بلس أكد مراراً التزامه بتحقيق استقرار سوق النفط العالمي والذي مر بالكثير من الأزمات في السنوات الماضية ما استدعى تصريحات إذن تتمسك بالمبادئ التي تأسس لأجلها هذا التحالف نتابع التفاصيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعود لاستئناف النقاش مع ضيوفي الكرام أسأل ديفتي من نيويورك سيدة ريتشل الولايات المتحدة نعلم أنها كانت تسعى لأن تكون مستقلة عن أوبيك بالطاقة تريد المحافظة كما تابعنا في الانتخابات الأخيرة وقبل ذلك على أسعار منخفضة للوقود من أجل المستهلك الأمريكي هذه القارات الأخيرة لأوبيك بلس أثارت حفظة واشنطن أي خفض الإنتاج لماذا لا تفسر واشنطن هذه الجهود لأوبيك بلس بأنها جهود لاستقرار السوق وليست جهود لها علاقة بأي قرارات سياسية أو مثلا تغيير أي تفاصيل لها علاقة بالسياسة الأمريكية شكرا على هذا السؤال أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوبيك بلس لديهما وجهتان نظر مختلفتين بشأن موضوع الاستقرار طبعا كما فهمنا من تقريركم أوبيك بلس تريد أن يكون هناك استقرار في سوق النفط وأن تكون أسعار برميل النفط بين 90 إلى 100 دولار أمريكي وأن يكون هناك نوع من التوازن بين العرض والطلب والمخزون وموضوع الاستثمارات بما فيها تلك الاستثمارات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفكر فقط بشأن المستهلكين الأمريكيين بل المستهلكين في العالم ككل ولكن طبعا بالتحديد تهتم بموضوع المستهلكين الأمريكيين وتريد أن يباع النفط ربما بحدود أقل من 80 دولار والأمر الآخر الذي علينا أن نفكر به هنا هو ليس فقط قرارات أوبيك بلس بل هناك أيضا رد الفعل مما تقوم به واشنطن حيث رأينا في العام 2021-2022 استهلاك كبير من الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي وكذلك الصيني ودول أخرى استهلكت الكثير من ما لديها من الاحتياط الاستراتيجي قد تقول دول أوبيك بأن سياساتنا تحقق الاستقرار في السوق ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للأمر على أن الاقتصاد العالمي وهو يتعافى من الجائحة يجب أن تكون أسعار النفط أدنى وطبعا رأينا العام 2022 على أنه العام الذي وصلت فيه قوة الدولار إلى مستوى كبير مقارنة مع العملات الأخرى وطبعا هناك الروبل الروسي وغيره ونرى بأن كلفة النفط ازدادت كثيرا في الكثير من الأسواق الناشئة والدول الأوروبية أيضا وذلك يقلق الولايات المتحدة حول الأثار الاقتصادية الكلية لما يحدث وربما لو كان هناك استقرار أكثر في الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ولما ارتفع بهذا الشكل طبعا لكان الوضع أفضل نعرف بأن العالم يتوجه مزيدا نحو الركود وأوبك الآن ستريد أن ترى مزيدا من الطلاب وطبعا مع تعافي الصين سنرى بعض هذه السياسات على أنها مهمة ولكن في نهاية المطاف أعتقد المشكلة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن مفهوم أوبك للاستقرار وموضوع الأسعار هو أعلى مما يتحمل الاقتصاد العالمي هذا فيما يتعلق بوجهة النظر الأمريكية حيال أوبك ماذا عن العلاقة الأمريكية الروسية أذهب إلى ضيفي سيد فاسيلي في ظل هذا التنافس العداء القديم الجديد بين موسكو وواشنطن والذي تفاقم ربما مع هذه الحرب الأوكرانية إلى أي مدى استطاعت روسيا في هذه المرحلة الاستناد على التحالف في ظل عقوبات أمريكية وغربية مشددة ومستمرة الولايات المتحدة أرادت أن تحصل على النفط الروسي ولذلك كانت تحضر لمحاولات تنظيم انقلاب في عام 2012 ولذلك قامت الولايات المتحدة بدعم الفاشية أو النازية الجديدة في أوكرانيا لكن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تدمير العلاقة والتعاون بين روسيا ومملكة العربية السعودية لأن جميع أعضاء أوبيك إبلاس يدركون جيدا أن الهجوم الغربي على روسيا هو مقدمة للهجوم على بقية دول المنتجة للنفط من أجل حصول على النفط بأسعار زهيدة ودليل على ذلك هو تحديد صقف سعري للنفط الروسي وإذا ما تم بيع النفط بأسعار لا تلقى مع السوق وخفض سعر النفط بشكل كبير فإن ذلك سيدمر الأسواق سيجعل البلدان المنتجة تخسر أرباحها وتخسر الكثير من إراداتها وكذلك تفقد كل البناء التحتية التي أنشأتها لذلك وهذا سوف يأثر على الاستثمارات لأنه لن نعلم بعد ذلك إن كان من الجدير أو كانت هناك جدوى من إنتاج النفط وتطوير الحقول وبناء التحتية الجديدة وبالتالي فإن أوبك إبلاس تدعم وتحمي مصالحها وهي تختلف في ذلك مع مصالح الولايات المتحدة وبالتالي أريد أن أعقب هنا أن الولايات المتحدة غير معنية بمصير المستهلكين في العالم غير صحيح أن الولايات المتحدة معنية بالمستهلكين وإذا لو أن الولايات المتحدة استطاعت تجاوز مقاومة ودفاع أوبك إبلاس فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية حتى داخل مجتمعات بلدان أوبك إبلاس وبالتالي الولايات المتحدة تحاول استخدامها هذه الآلية لتغيير السلطة إحداث مشاكل اقتصادية واجتماعية من أجل الإتيان بسلطات جدية وبالتالي هذا نفاق أمريكي البحث هنا أذهب لزميلي لأسألك انطلاقا من وجهة النظر الروسية والتي استندت أو اتكأت روسيا في هذه المرحلة على قرارات أوبك بلس في ظل كل هذه العقوبات واشنطن رأت سيست هذه القرارات لأوبك بلس ورأت أنها مساندة لروسيا هل هذه القرارات جزء منها سياسي؟ طبعا بحسب التصريحات الرسمية هذه القرارات ليست سياسية لكن يمكن تفسيرها على أنها سياسية بحسب المكان الذي نقف فيه وننظر منه إلى الأمور الآن الولايات المتحدة والغرب لديهم خلاف كبير جدا مع روسيا وروسيا عضو مهم جدا في تحالف أوبك بلس عندما تم اتخاذ قرارات سابقة لأوبك بلس لم يتم تسييسها قبل الحرب الأوكرانية لكن الآن مع الحرب أصبح أغل القرارات تسيس لكن المهم في كل هذا الأمر هو أن يضع الجميع النظرة السياسية جانبا وينظرون إلى التحدي الاقتصادي الذي يواجه كل الدول المستهلكة والمنتجة سواء العالم سيحتاج إلى استثمارات في الطاقة بنحو 12 تريليون دولار بحلول 2045 إذا لم يكن هناك استقرار في السوق النفطية إذا لم يكن هناك أسعار مشجعة للمستثمرين في الدخول إلى قطاع الطاقة إذا لم يكن هناك وضوح بخصوص العرض والطلب في العوام القادمة فكيف يمكن أن تدخل كل هذه الدول في الاستثمار لعلى المدى الطويل؟ هذه الأمور لا يفكر فيها السياسيون حاليا السياسيون معنين بالمشاكل الوقتية الإدارات والحكومات الأمريكية أو الغربية بصورة عامة هي حكومات منتخبة هناك خطط لكل إدارة على مدى أربع سنوات تتغير الأولويات حين تتغير الإدارة وهذا ما رأيناه من فترة الرئيس أوباما إلى فترة الرئيس ترامب إلى فترة الرئيس بايدن التغيرات كبيرة جداً في السياسات من تشجيع الاستثمارات النفطية داخل الولايات المتحدة إلى إبطاء الاستثمارات النفطية داخل الولايات المتحدة كل هذه الأمور نواها ولكن الهدف البعيد لا أحد يتكلم فيه وهو استقرار السوق الأمر الآخر بعض التصرفات التي تقوم بها الولايات المتحدة حالياً هي كذلك التصرفات السياسية هناك اتهامات لأوبك بلاس بتسيئيس قراراتها بينما لا أحد يتحدث عن قرارات الولايات المتحدة عندما تفرض الدول الغربية بعض الولايات المتحدة أو مجموعة السبع سقفاً سعرياً على روسيا عندما تحاول أن تتحكم في أسعار النفط الذي يذهب إلى السوق من خلال تأثيرهم كذلك على الإنتاج والمعروض من خلال الضخ المخزونات الاستراتيجية في السوق هناك العديد من القرارات جداً عندما يطالبون الدول المنتجة بزيادة الإنتاج كل هذه الدخولات السياسية فالتسييس أنا أرى أنه التسييس يبدأ في الولايات المتحدة وفي الغرب ويتم اتهام أوبك بلاس به وأن كنت أرى أن أوبك بلاس أقل اتخاذ الموقف السياسية والدليل على ذلك أن أوبك بلاس وتحالف يحوي دول لديها خلافات سياسية عميقة جداً هناك السعودية وهناك إيران فكيف تتوصل هذه الدول إلى اتفاقات إذا كانت السياسة هي محور اجتماعاتهم الاجتماعات كلها وقالت كلها اقتصادية هناك مصلحة واحدة قد لا يراها البعض قد لا يراها البعض اليوم لكن هي مصالح على مدى أبعد ضيوفي الكرام ابقوا معي أتوقف عند هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة إذن من الرابط بعد هذا الفاصل نتحدث عن مستقبل أوبك بلاس وما هو المنتظر من أجل استقرار أسواق الطاقة ابقوا معنا أعود إذن لاستكمال هذا النقاش ونتحدث في هذا الجوانب الأخير من هذه الحلقة على مستقبل أوبك بلاس وما هي التحديات التي تنتظر هذا التحالف أعود لك وائل انتهينا قبل هذا الفاصل بالحديث عن التحديات الخارجية التي تقوم أوبك بلاس بمحاولة التصدي له وبالتالي المحافظة على استقرار الأسواق ماذا عن التحديات الداخلية داخل أعضاء أوبك بلاس هل هناك من منافسة بين الأعضاء فيما يتعلق بالحصص بالأسواق في ظل أحد أعضاء أوبك بلاس من روسيا تخضع للعقوبات الغربية المشددة هناك حظر للنفط على روسيا وبالتالي كيف كل ذلك ينعكس على آلية عمل أوبك بلاس وعلى العلاقة بين الأعضاء نعم هو تحالف أوبك بلاس أي نعم هو تحالف متجانس وله أهداف واضحة والكل يسعى وراءها لكن أعضاء التحالف هو دول ذات سيادة والدول في فترات كثيرة جدا إما أنها تلتزم القارات أو أنها ترفض هذه القارات وفي مرات كثيرة في دول خرجت من التحالف وخرجت كذلك من منظمة أوبك عديد من الدول خرجت من منظمة أوبك عندنا وجدت أن السياسات لا تصف في مصلحتها ولكن إذا رأينا التنافس داخل التحالف فهو قائم وسيستمر لسنوات طويلة جدا لأن هذا الوضع السابق وسيستمر ودليل هذا الأمر ما حدث بين السعودية وروسيا خلال جائحة كوفيد عندما زادت السعودية إنتاجها إلى مستويات تاريخية فوق الـ 12 مليون برميل لإغراق السوق بالنفط السعودي وإجبار روسيا على العودة إلى المفاوضات والتزام بقرارات أوبك بلس وهذا ما حدث فعلا الكل كان يشكك في قدرة السعودية على أنها ترفع إنتاجها إلى 12 مليون برميل أو أنها سوف تغلق الأسواق هذا الأمر عملته السعودية في ذلك الوقت ومن بعدها بدأ الأمور في التحسن أصبح هناك عمق وفهم بين الدول الأعضاء حول طبيعة العمل بينهم ولهذا الآن نرى هناك نطر كبير جدا في التعامل نرى عمق كبير جدا في العلاقات الأمور أصبحت على مستوى السياسي أعمق وأفضل هناك تنسيق مستمر ودائم وهذا ما نلحظه في التصالات المستمرة بين الرئيس بوتين أسبب المثال وبعض أعضاء أوبك بلس من بينها السعودية والإمارات والحديث المستمر حول استقرار أسواق الطاقة وإرسال رسائل للأسواق بأن التحالف يهمه استقرار الأسواق الطاقة العالمية لكن كل هذه التقاربات لا تنفي أن الدول سوف تلجأ إلى المنافسة وهذا الأمر يحدث وقت الأزمات عندما يكون هناك مشاكل في الطلب ويكون هناك معروض كبير فكل الدول ستبدأ بالتصرف بما يتوافق مع ميزانياتها بما يتوافق مع سياساتها الإنتاجية أو متطلباتها للميزانيات فالأمر لن ينتهي ولكن ما نراه اليوم هو أن التحالف وصل إلى مستوى كبير من النج هنا أسأل ضيفي من موسكو سيد فاسيلي أنطلق مما نقول الآن بأن هذا التحالف أو مما قال لوائل أن التحالف وصل إلى النج ولكن كما ذكرنا بأن روسيا عليها عقوبات وبالتالي أيضا بحاجة لهذه الإرادات كيف تنظر روسيا أو ما هي المنفع التي تنتظرها روسيا من أوبيك بلس في هذه المرحلة أو في الأيام المقبلة مع دخول الحظر حيز التنفيذ مع وضع سقف سعري للنفط الروسي وبالتالي ما هو المأمول من أوبيك بلس في التعامل مع روسيا والتنسيق مع الأعضاء أن الأهمية الأساسية لهذا التعاون بين روسيا ومنظمة أوبيك بلس والتي تجلت في خفض وتقليص الإنتاج بمعدل 2 مليون برميل يوميا القرار الذي تم اتخاذه في أكتوبر الماضي وهذه الهجمات السياسية الأمريكية التي تشن على روسيا وعلى قطاع الطاقة الروسية هذه مشكلة روسيا لوحدها وعلى روسيا أن تتصدى لها بمفردها لكننا نسعى ونتعاون في إطار منظمة أوبيك بلس نحل كثير من المسائل أولها المتعلقة بمعالجة النفط وتكريره وكذلك خفض الصادرات من مشتقات النفط وأن نحصل على هذه المشتقات نحن بالدرجة الأولى وليست أوروبا وهذا سوف يوقض جميع أعضاء منظمة أوبيك بلوس لتغيير سلوكها تجاه البلدان الأوروبية أي يمكن بيع مشتقات النفط وليس النفط الخام هناك عندما تحدثنا عن قطاعات النفط في أوروبا فقد تدمرت هذه القطاعات بفضل سياسة الولايات المتحدة وكذلك معامل البتروكومويات في الاتحاد الأوروبي تضررت بشكل كبير وبالتالي يجب علينا فقط أن نقتصر على إنتاج النفط وأنما على تكريره وتفعيل الصناعات المتعلقة بالمشتقات النفطية والبتروكومويات وأزيوت وما إلى ذلك هذا من وجهة نظري سيكون موقفا موحدا ومفيدا للجميع وأن لا يكون السير على هذا الطريق كل على حدة وهذا سيكون مسيرة منطقية يمكننا من خلالها مضاعفة الإرادات وكذلك إلغاء ومنع حدوث أي ضغوط سواء على روسيا أو على أي دولة من دول أعضاء أوبك إبلوس لأن الضغوط على روسيا هي مجرد تجربة يمكن تكرارها مع بلدان أخرى في منظمة أوبك إبلوس لأن الولايات المتحدة تنظر عليهم بنفس العين ولأن هذه البلدان بدأت تجني أرباحاً أنطلق مما تقول يذهب لسيدة ريتشل بنيويورك لأسألك هل على في المرحلة المقبلة ستستمر الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة الضغط على أوبك بلس إن كان فيما يتعلق بمحاولة تشريع أو تمرير هذا المشروع مشروع أوبك أو وضع سقف سعري للنفط على مصدر آخر أو منتج آخر للنفط على غرار ما جرى مع روسيا أم أنه سيكون هناك تفاهم لقرار أوبك بلس ستعاون ربما مع أعضاء أوبك بلس في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في الأسواق والتقلب في الأسعار أعتقد بأننا سنتابع رؤية العلاقة بين أوبك بلس وواشنطن بشكل متضاد وينظر كل منهما إلى الموضوع بعدسة مختلفة أعتقد بأنه سيكون هناك أصوات حقيقة الفلات المتحدة الأمريكية تطلب عقوبات لأوبك بلس ولكن لا أعتقد بأنها ستمرر وأخضب مع بعض أعضاء أوبك بلس الرئيسيين طبعا سيكون هناك بعض التعاون مثلا في مجالات الطاقة النظيفة وموضوع صادرات الوقود الأحفوري أو الاستثمارات المشتركة أنا لا أعتقد بأنه سيكون هناك الكثير من الاختلافات بالنسبة لسقف على الأسعار أعتقد بأن هناك معارضة من بعض الدول سواء في أوروبا السؤال ما يزال مفتوحا حول آلية تطبيق سقف الأسعار وأعتقد بأنه كلما كانت أحجام النفط التي تخضع لسعر سقف أو سقف سيكون صعب إدارة هذا الموضوع أعتقد بأن الولايات المتحدة وأوروبا ستتعاملان مع النفط الروسي من خلال سقف أسعار ولكن لن يكون هناك سقف أسعار على باقي منتجي أوبيك بلاس هناك أيضا مصادر أخرى تبحث بها هذه الدول مثل النفط الفنزويلي أنا لا أتفق مع ضيفك من موسكو الذي يقول بأن سقف الأسعار محاولة لبيع النفط بسعر متدني الحقيقة السعر الذي يوضع كسقف مشابه تماما للسعر الدائر في السوق السوق الحرة أسميها فإذن ليس هناك محاولة لشراء النفط بأسعار متدنية جدا بل أن يكون هناك واردات طبعا وما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤمن النفط للمستهلكين في العالم والمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد بأنه مع نهاية الحرب سيكون هناك نهاية لهكذا وضع أعتقد بأنه سيكون هناك سياق بين الولايات المتحدة وأوبيك بلس كل منهما ينظر الموضوع بمنظور مختلف تطور هذه العلاقة بين واشنطن وأوبيك بلس تبقى لدي أقل من دقيقة ونصف أذهب لزميلي واللي أسألك عن أسعار النفط بما أن نتحدث عن الأسعار انخفض برينت أيضا غرب تاكسس الوسيط إلى أدنى المستويات منذ ديسمبر عام 2021 خلال الأسبوع الماضي ما هو المتوقع في أسعار النفط في ظل كل هذه المتغيرات حالة عدم اليقين تجد السياسة النقدية مخاوف الركود زيرو كوفيد في الصين إلا أن تتجه البوصلة إذا نظرنا إلى الاقتصاد العالمي في العام القادم ما يهم أوبيك بلس حاليا هو أن يعود الاقتصاد العالمي إلى مستويات النمو القوية لسبب بسيط جدا بدون مستويات نمو عالي الاقتصاد العالمي لن يكون هناك طلب قوي على النفط وبالتالي هذا ضربة لإرادات الدولة النفطية أين تتجه الأسعار؟ الأمر الآن يحدده الوضع المالي والنقدي للأسواق القرارات التي تتخذتها والمتحدة لمكافحة التضخم أثث كثير جدا في السوق النفطية وأثث كذلك في الأسعار وستؤثر كذلك في الاستثمار واستقرار السوق عندما تخرج السيولة من أسواق النفطية وتذهب إلى أسواق العوائد الثابتة مثل السندات سيؤثر هذا الأمر بصورة كبيرة جدا على استقرار السوق ولكن الأسعار لا يمكن تنبؤ بها شكرا جزيلا لكم جميعا بعد كل هذه النقاش أنا أرى أن أوبك بلس لا زال قائمة شكرا جزيلا لك انتهى وقتنا أشكركم جميعا كنت معي من الرياض زميل وائل مهدي محلل الأسواق النفط لدى الشرق للأخبار شكرا وائل أشكر من نيويورك السيدة ريتشيل زينبا الباحثة في الاقتصاد الدولي شكرا جزيلا لك ومن موسكو كان معي السيد فازيلي كل تشوف رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية شكرا جزيلا لك قبل الختام أعود دواء أذكركم بسؤالي الرابط تسألنا الليلة إلى أي مدى نجحت سياسات أوبك بلس في ضبط أسواق الطاقة أيضا تسألنا ما هي فرص دول المجموعة في القدرة على المقاربة بين المصالح الاقتصادية أيضا السياسية بعد استفات النقاش ويلف الليلة خلص الضيوف إلى التالي بأن حول مدى نجاعة أوبك بلس في ضبط أسواق الطاقة كانت الإجابة بأنه بالنظر إلى ما كان عليه حال السوق قبل وبعد إنشاء التحالف يبدو واضحا بأن وجود أوبك بلس ساهم وبشكل كبير في ضبط الأسواق أيضا حفاظ على أمن الطاقة وعلى الاستقرار بالأسواق وعن إدارة دول المجموعة لعلاقاتها السياسية من جهة والاقتصادية من جهة ثانية توصل الضيوف إلى أن دول أوبك بلس ستواصل محاولة توفير الحماية لنفسها والاقتصاداتها أيضا تسعى لتجنب تعريض السوق النفطية لأي خلافات سياسية وصلنا إذن لختام حلقة هذه الليلة من الرابط أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء